اشتركوا في القناة الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار صدق الله العظيم يجذر بنا إخوتي الكرام ونحن في سلسلة حلقات سلعة الله الغالية ها هنا رغبنا الله تعالى في الجنة ونعيمها وانظر إلى التعبير القرآني العظيم والترغيب الكبير قل أأنبئكم بخير من ذلك والكلام عما سبق من شهوات الناس في الدنيا الشهوات الفانية زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة إلى آخرين ثم قال الله قل أأنبئكم بخير من ذلك للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار فاحرس هداك الله أن تكون من أولئك المتقين لتحظى عند الله بهذا الثواب العظيم ثم الله تعالى في آخر هذه الآيات ذكر صفات استحق بها هؤلاء بعد كرم الله وإحسانه دخول الجنة فقال الصادقين والصابرين الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار الاستغفار شعيرة عظيمة وعبادة كبيرة ولولا الاستغفار لما كان ابن آدم في الحقيقة لولا الاستغفار لما كان ابن آدم في الأرض أصلا بالاستغفار نجا الوالدان آدم وحواء عندما وقع في الخطأ والزلل وأكلا من الشجرة التي نهي عنهما فبالاستغفار غفر الله لهما الله أخبرنا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قيل إن هذه هي الكلمات التي تلقاها آدم من ربه فكانت سببا لنجاته ولمغفرة ربه وسببا لوجودنا نحن الاستغفار أمر رغب فيه القرآن رغب فيه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حتى وصل به الأمر أن قال يا أيها الناس توبوا إلى الله واستغفروه فإني أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم أكثر من سبعين مرة وفي رواية مئة مرة وقال أحد الصحابة في الحديث الصحيح كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد رب اغفر لي وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم سيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت كيف كان كيف صار هذا سيد الاستغفار بما تضمنه من هذه الأمور العظام فالعبد أولا ينادي الرب سبحانه وتعالى بقوله اللهم أنت ربي يقر بربوبية الله تعالى خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت يعترف ويقر بعبوديته لربه سبحانه وأنه على عهد الله تعالى وميثاقه ما استطاع إلى ذلك سبيلا وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت ثم يقول العبد أعوذ بك من شر ما صنعت يقر بأنه صنع شرا وأن هذا الشر كائن واقع عليه إن لم يصرفه الله عنه فيقول أعوذ بك من شر ما صنعت ثم يقول أبوء لك بنعمتك علي أي أعترف لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لاحظ أمرين مهمين الأول أنه يقر ويعترف بنعمة الله عليه والأمر الآخر يعترف بتقصيره وذنبه وبهذين الجناحين يطير العبد إلى ربه ومولاه سبحانه وتعالى فإنه لا بد من الخطأ وكل ابن آدم خطأ وخير الخطأين التوابون أحرض نفسي وإياكم إخوتي الكرام على كثرة الاستغفار فإن من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب ووالله مجرب مجرب وإن كانت الموعيد الرب لا تحتاج إلى تجربة أن من أكثر الاستغفار جعل الله له الفرج في كل أمر يقدم عليه فلنكثر من الاستغفار ولنملأ صحفنا من الاستغفار ولنملأ فراغاتنا وأوقاتنا من الاستغفار ما الذي حال بينك وبين الأوقات انتظارك من أن تلهج بالاستغفار لربك ومولاك وسيدك وأعظم أوقات الاستغفار وأرغبها عند الله تعالى وقت السحر قبق بين الفجر تستغفر الله ولها شأن عظيم خاصة ممن وفقهم الله وأعطاهم صفة القيام أعطاهم القيام فطول الليل وهم قائمون ثم بعد الانتهاء من القيام يستغفرون الله تبارك وتعالى وأنت لو لاحظت وجدت أن كل عمل تعمله تعقبه أو يعقبه الاستغفار سنة محبوبة فنحن عندما نصلي وننتهي من الصلاة نقول أستغفر الله أو يقول الواحد منا أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاثا وكذلك قال الله تبارك وتعالى فإذا قضيتم مناسككم هذا في الحج فاذكروا الله واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ويقول الله تعالى في مناسك الحج ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وهكذا لو نظرت إلى الأعمال تجد خواتمها كلها بالاستغفار سنة محبوبة كان عليه الصلاة والسلام فلنكثر من الاستغفار لننجح إن شاء الله تعالى وندخل الجنان وننجو من النار اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين وصلى الله على النبي سيدنا محمد وآله سبحانه تلك أعمال حسان توصل العبد المعالي تلك أعمال حسان توصل العبد المعالي سلعة الله تلك أعمال حسان تلك أعمال حسان تلك أعمال حسان تلك أعمال حسان